وفي ظل المسؤولية القانونية لم يكن على قدر أهمية وخطورة هذا الملف فما زالت الحقائق المرتبطة به غائبة وما زال المغيبون والمختطفون في الرزازة وبزيبز والصقلاوية وسام الراء وجرف الصخر وديالة وصلاح الدين ونينوى وكركوك وحزام بغداد وغيرها يشكلون سؤالا جوهريا عن مصرهم المجهول أمام هذا الوضع غير المقبول وأمام حقيقة وجود جهات وميليشيات تعمل خارج الدولة وتمارس أعمالا وجرائم دون مساءلة أو حساب وأمام تكرار مشاهدة الجثث مجهولة الهوية دون صدور بيان أو تصريح يحدد كيفية حدوث ذلك وما هو جهد الحكومة للكشف عن الجنات المجرمين ترجمة نانسي قنقر